أما فيما يخص الحوار الوطني اللي ده عليه سيد رئيس عبدالفتاح السيسي فهنرصد لحضراتكم دلوقتي مجموعة من ردود أفعال الأحزاب السياسية على تشكيل مجلس الأمنة وده بعد ما أعلنت إدارة الحوار الوطني مبارح أنه المنصق العام للحوار تشاور مع القوى السياسية والنقابية والأطراف المشاركة لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى التشاور اللي استغرق حوالي 20 يوم إلى تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني من 19 عضوة من ضمنهم النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب والنائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب والأستاذ جمال الكشكي رئيس تحرير مجلة الأهرام العربي والدكتور طلعة عبدالقوي عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجماعيات الأهلية والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة والأستاذ محمد سلماوي الأديب والكاتب الصحفي ودكتور محمود علم الدين أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة